طيب، منتكلم عن نزاهة الانتخابات، عايزين نتكلم بقى عن اتلاف نزاهة بصفة عامة لحالك تكلمنا عن اتلاف ازاي؟ يعني عمل كل التفاصيل اللي موجودة وكيف يتم المرأة؟ اتلاف نزاهة مجموعة من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية في أفريقيا اتفقوا على انهم يشكلوا اتلاف تكون مهمته الرئيسية هو متابعة الانتخابات في دول المجموعة البداية الرئيسية من خلال 34 جمعية ومنظمة اهلية في هذه الدول قررت انها تشارك في متابعة العملية الانتخابية المصرية بداية من فتح باب الترشيح وحتى اعلان النتيجة وجود هذه المنظمات وتصريح الدولة المصرية لهم بالتواجد على الاراضي المصرية بيدي دلالة كبيرة على نزاهة العملية الانتخابية لان بمجرد الموافقة على متابعتهم للانتخابات انت بتديهم الفرصة انهم ينطلقوا في ارجاء الوطن ممكن يرائف في اسوان في اسكندرية يعني وبتدي له ضمانة كمان انه يتم بيبقى عنده حصانة اثناء المتابعة العملية الانتخابية انه لا يتم التعرض اليه بشرط انه هو لا يتدخل في اعمال السلطة الخضائية لا يتدخل في اعمال اللجنة يبقى عارف انه مهمته الرئيسية هو المتابعة وليس الاشراف او التدخل يعني مفيش احنا كمنظمات حقوقية بترائب العملية الانتخابية مفيش على رأسنا ريش ما بنخشش ونمارس سلطات على وده انا عايز اقوله للشباب وابنائنا اللي احنا مكلفينهم بمتابعة الانتخابات على مستوى الجمهورية ان احنا بقى فاهمين كويس اوي ان احنا بنتابع الانتخابات عشان نكتب ملوحظات مش بنتابع الانتخابات عشان ندي اوامر للضباط اللي بيتشرفوا ولا للقضاء ولا للموظفين الاداريين اسمحك بس اقتر حدثك في موظفين علشان برضو الناس كتير محتاجة تفهم وشارع يفهم وكمان بشكل شخصي حدود عمل المتابع او المراقب للعملاء الانتخابية يعني برضو نوصف كده المهام الخاصة اللي بيقوم بها من يعمل تحت مظلة اي منظمة من المنظمات المتابعة سواء كانت محلية او دولية مواصفات شغلي او عملي بتوقف ازاي باشتغل واتابع وادون الملاحظات انا عايز اشكرك على سؤالك لانه احنا في السنوات الاخيرة كان بيدنا شكاوى كتير من ولادنا نفسهم اللي احنا بنكلفهم بمتابعة العملية الانتخابية لانه البعض يتوهم او يتصور انه بمجرد ما بياخد البجر خاص باللجنة والشرف القضاء انا لديها سلطة نحن لا نملك سلطة الا سلطة المتابعة وكلما كنت حريص على احترام القوانين واللوايح ونصوص الدستور اثناء ممارسة مهمتك بتبقى مهمتك محل ساق احنا مهمتنا مسموح لنا ان احنا ندخل للجان بشرط انك يعني ما يبقاش عندك هدف للجنة واحدة وتقعد فيها طول الوقت انك تدخل وتخرج انك انت تسمع كلام رئيس اللجنة لما رئيس اللجنة يقولك يعني كفاية او روح لجنة تانية او تحرك ثلاثة انك مش مسموح لك ابدا انك تصور تصور حدث غير بإذن رئيس اللجنة لو ازلك رئيس اللجنة صور ما ازلكش ما تصورش ما تحسش انك انت ان ايه مهمتك كولومبو انك انت هتوقف وده او وتتصور انه هناك لان في بعض الاحيان انت بتصور حدث من وجهة نظر تتوهب انه هو مخالفة وهو حق في حقيقته مش مخالفة فما تصورش حاجة غير بالإذن يعني نمر الثلاثة انك ما تصرحش للإعلام يعني اللي بيصرح للإعلام غرفة العمليات اللي موجودة في كل منظمة يعني احنا عندنا منظمات محلية ومنظمات إقليمية وعندنا المجلس القوم الحقوق الإنس عندنا عدد كبير جدا من المنظمات بترائب وتتابع مش مطلوب من كل مرائب انه هو لما يلاقي ملحظة او يلاقي مخالفة انه يعلم في الإعلام عليه انه هو يرجع للجهة اللي مكلفاه بالمتابعة والمرائبة وهي بتتحقق من أكتر من جهة من صحة الحدث او عدم صحته يعني فيه تدقيق كمان فيه متابعي الانتخابات المصدقية المصدقية لا تأتي إلا من المتابعة والتدقيق المتابعة والتقييم واحترام واحترام القوانين واللواحة وانا بشكركم على انتوا قتحتوا الفرصة لانه طول الوقت احنا بيجينا أولادنا واحنا لسه بنيديهم الشارع اللي هيتابع بها الانتخابات فيتصوروا بالذات خارج حدود المدن يعني الناس تتصور في الأرياف ان مجرد ما يبقى معاه بدش بحقه في متابعة الانتخابات ان عنده سلطة للتدخل في العملية الانتخابية المراقبين المتابعين ليس لهم الحق في أي حال من الأحوال في التدخل في العملية الانتخابية كل مهمته هو الرصد والتقييم ان يرصد المخالفة اللي هو متصورها ويبلغ بها المنظمة او الجامعية اللي هي مكلفة بالمتابعة وفي الآخر احنا بنعمل تقييم بيبقى الهدف النبيل منه ان احنا نبعد كل الملاحظات دي في النهاية للجهات اللي بتشرف على العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها بحيث ان احنا نتفادى هذه الملاحظات مستقبلا كمان هذه الملاحظات بتبدي مصداقية لنتيجة الانتخابات او في حالة وجود خلاف بين المرشحين حول لجنة من اللجان فبيتحققوا من الملاحظات اللي تم ديات من خلال عدد من الجمعية او المنظمات صاحبة الخبرة واللي لديها من الكفاءة ولديها من التجربة ما يمكنها من ان تقول هذا الحدث مخالف للقانون او مش مخالف للقانون